زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله مخيماً للاجئين روهنغا المسلمين في بنجلديش والتقت عدداً منهم واستمعت إلى المآسي والمصاعب التي مروا بها هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود الإنسانية التي يقوم بها الأردن وفي إطار الدور الدولي لجلالتها بصفتها المناصر البارز للأطفال لدى اليونسيف وأحد عضاء مجلس إدارة لجنة الإنقاذ الدولية وكداعمة لعمل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية جلالتها قالت إن العالم يكاد يكون صامتاً لما يعتبره الكثيرون تطهيراً عرقياً لمسلمين روهنغا الذين يعانون بلا هوادة من العنصرية والاضطهاد المتواصل دون أي مبالات أو احترام أو اعتبار للمبادئ الإنسانية وأحكام القانون الدولي ودعت جلالتها لوضع نهاية لمعاناة مسلمين روهنغا والعنف الذي يتعرضون له إلى حماية حقوقهم واتخاذ موقف أقوى من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتزامنت هذه الزيارة مع مؤتمر لتقديم الدعم للاجئ الرهنغا الذي يعقد في جونيف بهدف حشد الجهود الدولية لتوفير 434 مليون دولار لمساعدة مليون ومئتي ألف شخص بحلول شباط العام المقبل والتي تم تمويل 26% فقط منها حيث دعت جلالتها المانحين للاستجابة السريعة والفعالة ترجمة نانسي قنقر